واخيرا يا جماعة اللعبة المنتظرة جي تي اي سيكس نازل الاعلان الرسمي من شركة روك ستار طبعا كالعادة يا جماعة شركة روك ستار بتبهرنا باللعب الرهيبة بتاعتها والاغرب من كل ده اللي الفيديو يا جماعة اتنصف في معاد فيش في معاده اساسا ممكن كانت متحمس اكتر مننا خلينا نبدأ با نحلل مع بعضينا الفيديو اللي حنشوف فيه تفاصيل كتير من اللعبة طبعا عندنا السحاب والغروب شكله بصراحة جميل جدا وعندنا في عمود غريب ايه ده يا جماعة ده هيتلع على الفضاء ده ولا ايه ده مستحيد يكون ده عمود بتاع اتصالات او بتاع الكهرباء يا ريت يا جماعة بلتو تخلوكم معايا في التعليقات عشان نبدأ نحلل مع بعضين وعندنا كمان فيه جزء هنا بتاع عمود الكهرباء عمود الكهرباء بتبقى سيارة زي اللي هناك ده بس اللي طويل ده قوي ده اكيد هيتلع لنا الفضاء يا جماعة نبدأ نشوف بقى الفضائيين وعندنا كمان الطرق هنا والعربيات زي اللي عارفنا في جي تي اي اه فايف وطبعا المراكب اللي احنا عارفنا يا ج جماعة وعندنا التيور اه دلوقتي بقى جايبنا جزء تاني او حتة تانية من السجن وبرضو التيور شكلها ممكن تكون مختلفة غير النورس والحاجات دي يب ممكن تكون يا جماعة في تيور مختلفة خلينا نشوف طيب ده زي كنه مكان موجودين في السجن ومكان متحصن بتقفل انسا وكان في حد بيحاول يهرب والهدوم بتاعته متقطع يا جماعة الاسلاك الشائكة اه جينا بقى لتكلام الكبير دي يا جماعة تبقى اول شخصية عندنا في اللعبة من بدايتها محطوطة في السجن يا جماعة قاعدة بتتفرج بقى على زميلها شخصية لوسيا هي دي هتكون الشخصية الرئيسية في لعبة جي تي اي سيكس يا سلام واول ما نزرت مرمية في السجن عملت هيها لوسيا طبعا هنا يا جماعة المحققة قاعدة بتسألها انت عارفة انت هنا ليه وما ادرك ايه بقى شكلها يا جماعة من بدايتها لوسيا عملت مصيبة ومرمية في السجن او ما بتدينت في اللعبة بتحاول تهرب من السجن زي ما احنا كنا في جي تي ايه بقوا بنهرب من بنك يا معلم لا كنا بنقلب بنك دي بقى شكلها عملها م اصيبة وحتحاول تهرب من السجن طبعا في التحيات لوسيا عادة بترد عليها وبتجاوبها طبعا هي موجودة هنا ليه وبتقوم بتقول لها حظ سيء ومش عارف ايه مدرك ايه استني لوسيا حظ سيء في ايه يعني انت كنت قصدك بتقليب حاجة وبعكات قفشتي بتحت استهبري ولا يا لوسيا في اللقطة بقى دي مختلفة على الاصلين احنا نعرفها تحسوا للبحر اللي ماشي فيه السفينة وشكلها مختلف مبدئيا وعندنا في الدلفين ياب عندنا في الدلفين احنا برضو شفناها في فايف وعايزكم بقى هنا يا جماعة تنزلوا تعملوا لايك يا بتنزلوا تعملوا لايك شايفين المنظر شايفين البحر وجماله لا وفيه تيور مختلفة خالص عن النورس ياب شكلها زي تيور مهاجرة موجودة كمان في اللعبة وعندنا كمان البحر والشاطئ بصراحة شكلهم جميل جدا لا هنا انت بتهزر بقى هنا التفاصيل بقى يا له ودقيقة وايه على ايه ده ايه الموز ايه الاس بس ده العمارات والحركات وعندنا كمان فيه طيارة هليكوبتر كمان وجاب لنا حتة كمان من تحت برضو ايه م نركز اوه على العمارة شوفوا الانعكاس اللي موجودة عليها هو عايز هنا بص الدلع بص يا معلم الانعكاسات اللي موجودة على المرايات وعندنا كمان الطيارة طبعا احنا عارفنا في جي تي ايه لغاية دلوقتي في حاجات اضافية بس مش القوية جدا لغاية دلوقتي خلينا نشوف طيب التفاصيل التانية لان برضو انا شايف هنا من الازاز قادر اشوف التفاصيل اللي جوه لبيت نفسه اوكي اخيرا جاتلنا حاجة جديدة وزي ما قلت لكم التيور المختلفة اللي كانت موجودة في الشاطئ عندنا يا جماعة في مركب هنا تقريبا المركب البر ماء ده اللي بيجري هنا وبيجري هنا وزي اكيننا موجودين في حتة كده في غابة او حاجة وبرضو جايب لي برضو وقت الغروب بس ده اكيد مش ماشي في اي مكان ده ماشي في نهره فتوقعه ممكن نلاقى اي حاجة بعد كده بر ماء ايه عدنة جوه وتعرف لامينجو يا جماعة شايفين الجمال تحسوا للمنظر طبيعي ايه ده في بط كمان اوكي في بط هنا او فيه فيه تماسياء ولا تعمل ايه والله فيه مقبلهم يا جدعان تحت شايف كم تمساح تحت وفيه تيور برضو في الجنب اللي هناك مختلف اوه ثواني تقريبا برضو فيه هناك من بعيد فيه غزلان اعلى بتشرب من المقية وفيه تماسيح وفيه حاجات مرائبة يب زي ما قلت لكم يا جماعة فيه غزلان هناك وفيه تمسيح وفيه تيور وفيه بط وعندنا فيه وز يعني هنا عانت غزة ودي بقى لقطة من البحر يا جماعة وطبعا زي ما انتم عارفين يا جماعة فيه لقطات غير مناسبة فحنجيب بس اهم جزء عندنا وهو فيه كلب يب فيه كلب بزخلا نقعد بيجري تحت مع الكافتر اللي بيجري بيه على البحر ومنظر بقى الاعمارات والحركات وعندنا كمان التيارات فيها عندنا التيارات الاعادية والفيها عندنا كمان التيارات المائية اللي موجودة فوق بكم يعني اخلاص اع الكلب ولدى quiereتجد طبييفة الجد seniors شايفين يا جماعة المنظر تحسوا طبيعة 100% وتحسوا مش بنياخل من اللعبة لو رغم اللعبةة يا جماعة عودتنا الي الي لعليها تاهمة فيها من جوة اللعبة بعدما لديها mehr occurs طبعا عندنا هي مراكب هنا احتفالية شايفين اللعبة전iyah حاجة فخمة. وشكلها ديلوس هي. الله اعلم يا جماعة. ممكن تكون بعد ما طلعت من السجن. ورقبة طبعا في حتة عربية. وقدامها كمان في واحد شغال بيصور بالتليفون. يا رايق. والله انت رايق. وهنا هي متحمسة والله شكلها هي. جماعة احليلاتكم في التعلاقات معي هي ولا مش هي. ومين بقى لراكب جنبها ده. عشان ممكن تكون دي كمان شخصية تانية. حنتشوف مع بعضنا. يا لهوة عالجمال. شوفوا العربيات والتعديلات والحركات. لا 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 انت بتهزر هنا. العربيات هنا يا جماعة بصوا متعدلت. حاجة دلع. شوفوا العربيات اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. والموتوسيكلات. والعربيات. شوفوا اللي مزبط العربيات التانية اللي هنا. سوان يا كابتين. ايه ده ايه ده ايه ده ده. بصوا بقى. شوفوا الاكسسوارات مزبطها. سلاسل ودلع وحركاته على اسنانه والنظارات واللي في ايديه. ايه كمية الاكسسوارات اللي انا شايفها دي. معقولة كمان يا جماعة ايضا نستخدمها في اللعبة. طبعا بيسلم على زمين لي. وبر تقريبا نفسي اللابسين نفس الاكسسوارات. وهنا بقى منزر من فوق. بصراحة روعة الرواعة. بصراحة جميلة جدا جدا جدا. منزر اللايلي. كلها تفاصيلها جميلة جدا جدا. وغير كده كمان لو جدوا بس تحت خالص حتلاقوا في زي بوابة. تقريبا زي يا جماعة بوابة العبور. هيبقى فيها دفع وكده ما ينفعش الوحد يعدي من غير ما يدفع. عشان يدر يخش بقى للمنطقة التانية والمحافظة التانية. ودي بقى حتة من الشارع نفسه. شكلها جميلة جدا والناس هنا مشيين ومتدلعين. وعندنا كمان فيه ناس بتبقى قفى بتشحت يا جماعة. وزي ما قلتلكم فيه مراكب للشحن موجودة تحت هنا. دي مختلفة فيه مراكب تاني اللي احنا شفناها في الاول خالص. الموجودة برضو جنب مراكب الشحن. وعندنا الطيارات دي. آآ آآ بس دي مهمتها باتكنتش مش لديزة قوي. وعندنا كمان فيه مراكب من دي. وعندنا كمان جيت سكيس وغنون. طبعا لقطات غير مناسبة. فجايبين اجزاء من البسين. وعندنا كمان المنزر من فوق. يبقى فيه بسين كمان فوق اللي في الامارة نفسها. السلامة. وقعت في الشقة كده عندك بسينك تدرب الغدس يا معلم تبص بقى عن مناظر من فوق. حاجة روعة روعة. تمام ومكتوب. سواني ستي. وهنا عمى عندنا حاجة زي السوشال ميديا يا جماعة. اوكي اوكي. ده البرنامج اللي بيستخدموه ممكن تعمله كمان متابعة. ما تنسوش يا جماعة تعملوا متابعة بقى واشتراك. والكابتن قاعد هنا بيستطاد ايه تمساح جوه البسين يا حلاوة. خلع من هنا ده خلع البسين على طول. دي تبقى مشكلة دي. يا سلام دي لو تكون من ضمن المهمات. تبقى دلع. شوف التمساح عمال يا عافر معاه. والكابتن بيحاول يطلعه. هنا بقى دلع الدلع. العربيات شغالة عمالة تفحت وتأمرك. هنا بقى حاجة روعة روعة. نقدر نعمل زي تحديات بالعربيات. اوه يا جماعة وهنا فيه تمساح داخل بيعمل شوبنج. انت بتستعمل. جاه تعمل ايه? هنا بتتفرج يا جماعة. واللي قاد فوق ده بيستخدم فوق العربية. واللي قاد بتفرج عليه. كابتن انت ايه هتشتري هتبتاكل. فكر وكرر. وهنا يا جماعة عملية سطو. شوف فيه هنا حرامية والشرطة داخلها تقتحم المكان. ومكتوب فوق خلي بالك فيه كلاب. وتاريما انت متحمس بزيادة. عمالة وحاجات غريبة. وعندنا كمان تحديات في الطين. يب فيه تحديات في الطين غريبة. هيقدروا يخش هنا ويزبطوا ويضربوا غلطس في الطين. الجدة الشريرة دي ولا ايه اللي جابك هنا تيتا? تبت استقبري. والله جاية يا جماعة. شوفوا جاية الادوات بتاعتها وشكلها ربنا يوزتوا. وشكلة جدا حطوها في اللعبة. وهنا تقريبا هيكون فيزياء مصرع انا شافة انه مكسر ترابيزات وبتاع عربيات الشرطة شكلها مختلف. يب عندنا فيه عربية الشرطة اللي احنا عارفنا وفيه كمان عربية القوات الخاصة. اهه دي الشخصية التانية. لوسيا. تهربتي امتى? الله 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 معاك كشات كيمية محترمة. بس شرطة كانت بتجري وراها يا جماعة. والكابتن ده كابتن جوسي يب هو اللي مع لوسيا بقى الشخصيتين دون رما الشخصيتين الرئيسيتين. وهي تقريبا لما كتعملت حاجة واخرت شوية كشات لما كانت شرطة بتهجم هيكت بتهرب رح على طور رموها في السجن وقفشوها. وهنا عندنا الاخبار في خبر عاجل يا جماعة عربية مقلوبة. بسبب واحد متهور والشرطة جات ابضت عليه. عربية الشرطة مختلفة. شكلها مختلف خالص. غير العربية ان احنا عارفنا من فوق. انا بصراحة مش فوصي عربية الشرطة بل كده. بالمنزر ده في جي تي اي فايف. فممكن نقول دي عربيات قوات خاصة. الله اعلم يا جماعة يا ريت تحت لاتكم برضو معي. لان انا بصراحة اول مرة اشوفها. وهنا عندنا واحد اتقبض عليه تقريبا ده اللي قاله بالعربية شكله غريب عجيب. وكمان مكتوبة باللغة الاسبانية. وهنا عاملين تحديات بالموتسيكلات. والله يا شكل المنزر رهيب. ممكن زي مجموعة بيقدروا يعملوا التحديات ده ويكملوها مع بعضيهم. وهنا تقريبا هم شغالين بالتحديات الشرطة واقفالهم. بس لعربية مختلفة. عندنا عربية باللون العربية. عربية باللون الاسود. اللي عربية الشرطة. فمختلفين. شكلها كل واحدة من مقاطعة مختلفة. وعندنا في بورش هنا. وعربية لا لا لا. حاجة تانية يا معلم. ومين البيك بوز ده. يلا هو ايه. شكله زي عامل عصابة ده ولا ايه. اوه شوف. لوسيا وعم جويسي ده ولا ايه داخل بالكاشات. وداخلين تقريبا يقلبوا مكان هنا. طبعا الملسّبين واخدين احتياطاتهم. قال ايه? عشان ما يتكشفوش. شوف لوسيا البجنونة. ايه. ايه يا جماعة ده. وهنا ما صقلة لو ما كرروا يخش يكتحموا. وشوف الاسلحة. هما اللي اتنين على طول بيبشوا على المكان. وزي بقى اللقطة اللي كنت باكلمكم عليه لما جات الشرطة يا جماعة داخلت عليهم تقريبا بعد ما هما دخلوا يقلبوا المكان. وعندنا كمان فيه منزور الاول. والاتنين داخلين هنا عشان يمسكوهم. وتقريبا كان جوزي بيجري هو ولوسيا. وبصراحة اجمل حاجة عجبتني في اللقطة دي اللي احنا عندنا عربيات سباقات زي ما انت عايز. عندك بقى الكلاسيك وعندك عربيات السباق كل اللي تحلم به. اخر ده يا جماعة احنا نسنا مخطيمين العربات كلها. هنا بقى زبطني لشان ايه? هتلاقي لي مجايب كل بيزن للعربات اللي موجودة. طبعا شعار اللعبة شكله رهيب ومكتوب هتيجي الفين خمسة وعشرين. ليه بس كده? يلا مش مشكلة يا جماعة كل واحد متوقع بصراحة تيجي في سنة جديدة على اقل بس الفين خمسة وعشرين ممكن يجي ان شاء الله شهر تلاتة او في شهر خمسة بصراحة متحمس جدا للعبة اكتبول يا جماعة رأيكم وتحليلاتكم. اشتركوا انا رابد جديد معي ستيوب جيميج يلا سلام.